أكد السيد الرئيس على التشبت والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا السياق أكد السيد الرئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطرح وتجسيدا لذلك يدعو السيد الرئيس الحكومة النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي من الاثنين القادم مؤكدا على استعداد الحكومة لطوطيذ قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية نعم على موضوع ديال التعليم أولا ما كنش قانون مالية في العالم كي يجي وش يقول بأنه هات قانون مالية غنديروه غدينديرو فيه قداء ديال الحوار الاجتماعي لو الدليل هو أنه من اندخلت الحكومة في 2021 فجأت الحكومة في 2021 وبدأت الحوار الاجتماعي ما كنش حاجة اسمي تكلفة الحوار الاجتماعي في قانون مالية دونك الذي يقع هو أنه الحوار الاجتماعي هو آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات وهذه الحكومة عبرت على الإرادة ديالها السياسية لأنها تبني حوار حقيقي مع النقابات ومشي غير تبني حوار اجتماعي ولكن أيضا لمأساسة ديال الحوار الاجتماعي عبر تحديد واحد المواعيد السنوية قارة وتحديد واحد المؤسسات التي تشرف على هذا الحوار المكلفة بالقطاع العام المكلفة بالقطاع الخاص تفقنا على أبريل وتفقنا على سبتمبر سبتمبر لأنه الوقت الذي يوجد قانون مالية نتكلموا فيه واحد شوية على التحفيزات التي تقدر أنها تتعطى وفي أبريل تكون واحد المرحلة نتكلموا على كيفاش غدية الأمور لأنها تتلقى مع ذلك الموعيد ديال فاتح مي فلنأكد هو أنه السيد رئيس الحكومة اليوم في بداية اجتماعي المجلس أكد على أن الحكومة فتح الأبواب ديال الحوار مرة أخرى وأكد على أننا داخل الحكومة نعتبر هذا الموضوع ديال التعليم هو واحد من ركائز الأساسية ديال بناء الدولة الاجتماعية وأكد على أنه الرغبة وكل الرغبة هي في حل حالة هذا الملف والدليل هو أنه أعطى دعوة للنقابات نقابات للجلوس يوم الاثنين المقبل في إطار اللجنة التلاتية شكرا لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة